اهلا بكم قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ان مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة واضاف في تصريحات صحفية ان الحوار مع ايران لم يصل الى نتائج ملموسة بعد بانتظار جولة محادثات سادسة ووصف بن فرحان علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الامريكية بالاستراتيجية واعتبر ان قرار تحالف اوبك بلاس خفض انتاج النفط الخام اقتصادي بحت ويأتي ذلك بموازاة تصريحات امريكية عن ضرورة اعادة تقييم العلاقات مع المملكة كشف قيادي في ميليشيا الحوثي عن ذهاب وفد من جماعته الى السعودية للتحقق من اسماء الاسرى وتطابقها على ارض الواقع وقال رئيس ما يسمى بلجنة شؤون الاسرى التابعة للميليشيا عبدالقادر المرتبة ان وفدا فنيا من السعودية وصل الى صنعاء وضف في تغريدة عادة تويتر ان تلك الاجراءات بين الطرفين تأتي ضمن الية التحقق من كشوفات المرحلة الاولى للافراج عن الاسرى والتي جرت توافق بشأنها في جولة عمان الاخيرة نافيا ان تكون لهذه الزيارات علاقة باي نقاش او حوار سياسي في سياق اخر كشفت مصادر مطلعة لقناة بلقيس عن عودة القوات الاماراتية للعمل من عدن بعد عامين من اعلان انسحابها وقالت المصادر ان مجلس القيادة الرئاسي توفق مؤخرا على اسناد مهمة تأمين قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن الى قوة اماراتية وذكرت ان القوة بدأت تتوافد الى عدن منذ يومين وستحل محل القوات السابقة سواء التابعة للحماية الرئاسية او المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من التحالف السعودي الاماراتي في سياق متصل زار وفد عسكري من قوات التحالف السعودي الاماراتي محافظة المهراء ضمن جولة استهلها بسقطرة ووادي حضر موت تزامنا مع تصعيد المجلس الانتقالي وقال المركز الامي لمحافظة المهراء ان الوفد الذي يرأسه قائد قوات الدعم والاسناد التابعة للتحالف لواء سلطان البقمي بحث مع قيادة السلطة المحلية الوضع الامنية والعسكري كما زادر منفذ الشحن الذي تشرف عليه قوات سعودية وقبل يومين وصل الوفد العسكري للتحالف الى مدينة سيئون التي تشهد تصعيدا من قبل المجلس الانتقالي ضد القوات الحكومية أعلن مكتب الصح ارتفاع عدد الإصابات بحم الضنك في المحافظة الى ثمانية آلاف واربعمائة وثمانين وعشرين حالة مضيفا ان عدد الوفيات بلغ خمس حالات منذ مطلع العام الجاري وكانت إحصائية سابقة للمكتب كشفت عن تسجيل 2325 إصابة بحم الضنك خلال سبتمبر الفائت اتذلك في وقت ينتشر فيه المرض في غالبية مديريات المحافظة خاصة مديريات المدينة نهاية الموجاز إلى اللقاء